اشتركوا في القناة بصراحة يا مش موجودة هي نزلة وسط البلد نزلة وسط البلد؟ ايوة ساعتك وممكن قابلتك عالطريق هنا طب هي تتأخر؟ هي ما بتنزل وسط البلد بتتأخر بصراحة طب ساعتك انت عايزها في حاجة نقولها لها لما تيجي؟ لا مسي ايه لا ستة هانم احنا مش متفقين على المشوار ده راحين جايين لا اصلا انا هستنى شوي طب ما انا هرجع فاضي اتفضل يوم طب يا فندم متشكرين اوي تسمحنا استنى هنا؟ نستنى هنا يا فندم ازاي؟ ودي تيجي فضالة جوا ساتك بالهول والشغالة حتان معاك الواجب فضالة يا فندم ما كانش لازم تيجي ابينا كل شيء بيننا انتهى تلاس تفهمي كده لوحدك من اجير ما اقولك افهم ايه وازاي؟ انا عدت مستنياك من يوم انيابع عشان تكلمني وما اتكلمتنيش ليه؟ لانه خلاص ما بقاش ينفع انت مستني لما خليل بيومي يموت عشان تقولي ما ينفعش؟ انا مصدقت ان انا اخلصت منه انا اصلي ما تخيلتش انه حيموت ليه؟ علشان ما تبيش ارمالة خليل بيومي ما انا كنت ارمالة خليل بيومي في نياب ومع ذلك انت قلت ان عمرك محتستغنى عني ايه اللي حاصل؟ ما كنتش لسه بقيت ورسته دلوقتي بقيت مليونيرا ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ بقول ما ينفعش ارمالة خليل بيومي المليونيرا انا مش عارف ازاي لها كادي فتاتك مفروض انك انت حفظاني كويس لاني طول عمري قدامك كتاب مفتوح انت عمرك مكنت كتاب مفتوح انا اللي عريت النهاية لكن مستقتهاش مستعبتهاش اميرة انت بقيت نفسك بالتمن غالي قوي على شاني متهالي معدي كيش استعداد تتنازلي عنه دلوقتي انت بتسوي اكتر من كده بكتير بس انا كده طلع خسرانه ولغت التجار طب مفيش دعي بقى نخسر احنا لبنين يتبقى مصيبة لو الواحد لقى نفسه فجأة قاعد مطر خليل بيومي على كل حال يا اميرة لو احتاجتي اي حاجة مني انا برضه تحت عمرك دي اكتر لحزة اللي محتاجة لك فيها ومعا كده مش لقيات جاي باي باي اميرة جاهز يا صديق؟ يلا يا استاذ انا جاهز طب لبس لك حاجة تقيلة جاكت ولا سويتر تقيل الدنيا بتبرد بالليل هو احنا وين اتاخر زي المره اللي فاتت حندور علي الحد ما نلاقي يا صديق انا مش عايز ابوك يرجع يلاقينا لسه بندور او يلاقي اخوك تايه بين الشواهد والأبور بصراحة انا حاسس لا فيه فلوس ولا شنطة ولا حتى ذهب يعني ايه؟ اخوك كان بيكذب؟ انا مقصدتش كده ومال اللي حصل ده كله ايه يا صديق؟ الناس بتحلم؟ مش جايز حد يشاف لوسطة مين عم بيدفنه ام سرقه؟ هو جايز اخوك كان عقله تايه دفنه وينسي هو دفنه فين؟ يلا يا صديق البس حاجة وكفاية احباط choc يا صديق البسطة اللي ب 쓰ن يوث قد يب أcent投ان بالطب ايه دا بالطب لو قد الموعد GE طب هة اعمل ايه؟ دقتان يوث اقل دقتان تطب multiple복優 douche ايوه يا شخطاه السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته افضل اقت لا معلش يا شخطاه انا لازم لازم ايه لازم تنبش على الميتين وانا هعمل ايه غير كده يا شخطاه ده شرفنا تجين شوف انا هفتح لك المندل ايه تفتح المندل يعني ايه يعني هعرف لك مين اللي خد ايه انت تعرف مين اللي خدر ازاي انا زي الناس ما كنها ما بتعرف يا عبادة لا يا شخطاه ما 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 مازم 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 عارف ان الودودك عايزه ليل ونهار ينبش في امور الميتين لغاية ما يلقيه وانت يا شخطاه ايه شايف ان في حد يخذ الفلوس بالذهب يعني انا مش شايف المندل هو اللي حيشوف ومش هيبدك معلش يا شخطاه انا اصلي مش مقتنع بحكاية المندل دي صح؟ عندك حق يا أستاذ يوسف وانت شحشرك انت يا عبادة اسمعي يا أستاذ يوسف انا عارف انك مش مقتنع جرب وانت حتقتنع مش هيجرى حاجة يا أستاذ يوسف لا لا هيجرى الله هيجرى طبعا يا ناس هيجرى ايه يا عبادة؟ ما مصاحش طبعا يا أستاذ يوسف يبقى راجل متعلم وبعدين يقول هفتح المندل وهيشوف الغيب الله يا ناس حرام دا ما يعلم الغيب غير ربنا عندك حق يا معلم عبادة عندك حق قسم حقه يعني هو اللي مؤمن وإحنا فسقه دا مش فسق يا شيخ طاها دا اسمه جهر طب انا بقى حشوف بنفسي وحكشف لك وحقول لك الله ما قللك اوه بلاش جهر انا حكشف بنفسي وحشوف وحتعرف مين فينا الجهل يا عبادة انا متشكر لك قوي يا شيخ طاها بس الحقيقة انا مقدرش بقى بدرس لولاد في الجامعة وقلهم انا حفتح المندل هفتحوا انا ومال افتحوا انت على مهلك بقى يلا بينا يا صديق دا ما معليكم سلام عليكم هفتح انا بقى بالعندي في عبادة العقاة يا اخي جد فتح الدماغة يا اخي يا ابني يا احمد اهلا انا بابا احمد مش هنا الله ومراح فين يا ابني خلا امتى من بعد المرحب الله ما عليكش راح فين ما عليكش يا بابا ما تعرفش ازاي بس الله ما المين اللي يعرف ما عليش وراح فين اعوذ بالله مش يا طر رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عليش يا حماد يا ابني ما انت يا ابا حميد بقى كان لازم تسأله تقوله راح فين ما تسيبنيش الواحد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يا بركاته خلي فوق يا عم ربيع لا يا ابني ما هوش فوق اه طب ممكن تديلي مفتاح القوضة قاعد فيها على ما يجي ما عليش يا ابني اصلي خالك مش راجع هنا تاني مش راجع تاني ليه عزل عزل ازاي ساب اللو كانتا وانا وصلت لحدة ملكبته كمان راح فيان يا عم ربيع راجع بيته تاني ربنا هداه ودجع الزماجة خاد كل حاجته معاه قصدي خاد الشنطة بتاعته ايه وانا اللي سيلت الشنطة الحدا ما قصدت دلوعي اه يا دلوعي طب شكرا قصدي سلام عليكم عليكم سلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم يا جدتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابني اتفضل يا حبيبي خلي فهمي فيه ايه انت جاي تسأل على خالة فهمي وبس ولا ايه يا احمد هو هنا هو فيه ايه يا ابني بسأل على خالي اصلا روحت له لوكاندا قالولي يمشي ورجع الزماجة تاني اه عشان كده جاي تتطمن عليه لازم يا جدتي لازم اتطمن فيك الخير يا ابني هو موجود هنا فقدتكو خش له فوزية الله 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 اكبر تحياته أحمد ابني يا أحمد ابنك فين يا أم تحت عند خالف وهم جه يشوفه لما رح سأل عليه وملقهش هناك من إنت يا أم لسه وصل دلوقتي بقولك يا فوزي خدي ابنك يا حبيبتي بالمحيلة والمسايسة كده خليه يحس يا ضنايا أنه له قلب أم يود عليه واخوه أحسن بالطريقة دي حينسوك العمر كله يا فوزي الحاول الله يا ربي ما انت شايفه يا أم جاي لخاله عشان يزوره ويشوفه حتى ما سألش علامه يلا الام شعري وحط حاجة عليه بدل ما يبير وشه يا رب يا قوي أنا كنت جاي لك يا أحمد عشان أقولك إن رجعت عيش تاري هنا في الزمالك وإن الشنطة معايا في الحفظ والصوم طب كنت تديني خبر قبل ما تيجي كنت جيت خدتها منك وريحتك من شلها حصل خير يا خبيبي العموم الشنطة قدامك زي ما هي وبالق صاحبك إن مفيش إيد لمسيتها ها أم أه أحمد بقولك إيه استناني هنا خمسة أنا جاي لك على طول عشان نمشي سوا تيجي معايا فين يا خالي؟ بيني وبينك أنا ليه مزاج النهاردة أصهر على القهوة في الميدان وأصلي الفجرة حاضر إن شاء الله في الحسين مدد يا حسين مدد؟ أحمد مشي فهمي؟ لسه فوزين هل نمشي سوا نفاو؟ لما هو فيه؟ في القوضة بيعمل إيه؟ بيستنيني يا فوزي عشان نمشي سوا نفاو و هو قلتلك؟ احمد يا شنطة، اش كده؟ ما شنطة دي؟ ما شنطة دي فروس، الدهب جايبها لي يا حبيبي مش مالك ماجم من دين انا قلتلك من يومها قول جايبها ليه جايبها ليه حرام عليك يا حمد انا قلت عملك ردلك وصعبت عليك ابقى عاصي ومجنون لو ردتها لك ليه ليه تحقي حق امك وشقها وتعبها حرام عليك يا حمد مش هاسبها مش هاسبها لو طلق تروحني عليك يا حمد حمد مش هاقك لو كان هاقك كان ربنا رجعهولك احمد احمد استنى احمد حمد حرام عليك يا حمد اه بسم الله بسم الله عليك يا اخدقوني بسم الله الرحمن الرعيم ملك يا فوجين بتجري وراء ابنك بكل طفح كده ليه فيه ايه مشي مشي يا امه بعد اني ومشي خد كل حاجة خد ايه يا فوزية ولا حاجة يا امه ولا حاجة يا بنتي انتي عايزة تمسيك في ابنك وتقعديك بالعافية ما انا قلتلك يا فوزية كلميه يا بنتي كلمتين حناينين وبالهداوة بالهداوة يا فوزية غلوبت يامك غلوبت مدادية وحنية غلوبت طب هو جرى ايه بس يا فوزية ده انا متفق معي استناني عشان نمشي سوا ايه بس اللي حصل ما حصلش حاجة ما حصلش حاجة حدش يسألني ايفهوا حصل واحدش يسألني ايفه لا حصل اه اه اعمالوا معروف اعمالوا معروف السلام عليكم السلام عليكم يا عم ربيع وعليكم السلام ورحمة الله اهلا يا ابنت ايه ايه , السانت ايه هي دقيلة سانتا بنت الايه دي؟ بس انا جامت لا سيبه ما تخافس انا جامت قوي يا اخي قلتلك سيبها انا عايز اقجر القوضة اللي كان واخدها خالي عمر ربيع خالك خالك مين يا ابن اه فهمي فراويلا معلاش يا ابن العتب عن نظر لا العتب علي انا عمر ربيع انا لجيت متأخر هو انت جاي تاخد القوضة ليك والخالي اصله بيستريح هنا جنب الحسين وانا مش عايزه يتدايق اه تبقى انت بقى جاي تاخد له القوضة والأجر مؤدل بالفضل شير يبقى سبعة جنيه ونص مظبوط ودي المفتاحة هو وصلوا لها دي عزب لا شكرا يا عمر ربيع هادا سيلة ما تخافس لا سيلة هادا سيلة بس هادا سيلة يا اخي انا قلتلك سيلة ما تخافس انا كامي اوه وازعلان ايه ايه الموادية يا عمر ربيع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله على السلام يا مادام الله يسلم و سلام في واحدة جوا عوزة حضرتك واحدة ماذا؟ ده من السنة حضرتك من قبل المغرب ايوه هي مين يعني؟ بتقولي بنت لو الساس جلال جلال مين؟ جلال عنايت جوا؟ اي جميل جلال عنايت؟ مش كده؟ هو مش جميل يا مادام هو عظيم ام المين اللي جميل بقى؟ حضرتك ده كلام جلال عنايت صح بقى وهو الجمال مش مبرر ان جلال عنايت يفقد عظامته عمر جلال ما تخلى عن عظامته لحظة واحدة ولا عنك بيت هيقلك هنبدأ لوقفين كده كتير مش نوعب بقى؟ انا بقى دي خمس ساعات هنا مش قادر اقرض ليه؟ للدرجات دي كريسي عندنا عدائية و متعبة قوي كده؟ بالعكس بلد حضرتك شيك قوي قوي كمان جميلة يا ريت توصلي الكلام ده الجلال ما قلت ليش بقى؟ ليه فضلت وقفة خمس ساعات؟ وقفة بدور في الصور على صورة بابا ولقيت مادام أميرة انا جايلك عشان تساعديني عشان ألاقي بابا مادام أميرة انا مش هقولك غير كلمة واحدة بس انا محتاجة لبابا تحبي يا ماي هقولك دلوقتي بابا كيفين؟ وتساعديني عشان أرجعوا لبيت انتي مش محتاجة مساعدة باباكي في بيته وأكيد بيسأل عليكي وبيدور عليكي زي ما انتي بتدوري عليه بالظبط بحكم الأبوة والبنوة اللي بينكم واللانا اتحرمت منها وانا اصغر منك وما ليه عاوزة تحرمينا بدي انا قسف يا ماي فعلا انا قسف يبقي يخدي بالك من بابا يعني انتي وبابا جلال قطع علاقته بايا عارفة ليه؟ علشان بقيت مليونيرة بقيت صاحبة ملايين علشان كده قلتلك تقيل وجهة نظرك في البايا مش جلال عناية تليته وتروح الدوري عليه يا ماي ده انا جلال عارف سكتوك يساوي مالك يا بابا؟ تعبان حاسس اني تعبان اوها محمد مو حضرتك طول النار بتلفه بالبرواس اه لا يا ابني الشغل بيتعبش لقيتها بالفكر وتعب البال انت جوعتي يا ابني وعيس اتعشة ماش كده؟ انا عارف لا اتعشة حضرتك انت يا بابا واستريح فانا دخل قطي استنى بس حمادة ما انت كمان لازم تنام بادري السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه يا احمد انت كنت كن؟ انا كان وراي مصلحة كده بقى اضيها ايه يا ابني بس ما يصلحة اشتسبني ان اخوك قاعدين كده يا ابني حضرتك عارف ان انا بتأخر ودي مش اول مرة يا بابا كنت عايزك في موضوع مهم يا احمد وبعدين اخوك قاعد مستنيكة عشان تتعشوا سوا طيب حاضر اغاير هدومي وانا تحت امركم يا احمد نعم عارزك انت يا حمادة بقولك ايه يا ابني؟ لو سمحت يا بابا قول اي حاجة الا ان نرجع الفلوس وحنفضل كده على طول يا ابني وديتك تعبانة وكاتمة في قلبها ومش عارف ان تعمل ايه اولاد عمك عباس للمهار بين بيشوا في القرافة عشان يدوروا على الشانطة واللي فيها طالما مش حقهم ما يدوروش عليه ومهواش حقنا احنا كمان لا يا بابا بقى حقنا عشان علك فيه ثمن الدكال وبسعره الحالي وبفايدته كمان وبالفتوى من حقنا نستحله لاننا اولى بيه اقرا ابن تايمية يا ابني انا لا عرف بنا تايمية ولا غيره خلاص بقى يا بابا دعا او ما ما تعرفش ابن تايمية لو wakesبحت متجدلنيش تانى يا ابني المال ده مش بتاعنا لأ بتاعنى، وانا دفعت منه ثمن شققها جديدة نسكن فيها ومن بكرة ايه؟ شقققديدا؟ شقققديدا فين يا ابني في المهندسيين، مش موما كان سكنى في المهندسين وبنفس المال ده برده لا انا موروح شهازكم في البذرة عليها دي وابعدين انا ما اقدرش يسكن في حاجة وأنا عارف أنه حرام بتحرموا علينا ليه؟ بتحرموا علينا وتحللوا المنعم الضوء بتحللوا الولدات يقولوا سُحتي عشان يصهروا بيه عشان يبرزوا بيه ربنا بالمعاصد والليل وتحرموا علينا عشان عازين يسكن بيه ونعبوض الله ليه يا بابا؟ يا ابنة أنا ما قلتش كده لا قلت وأنت مصر أنت تحرمني عشانه عشان نحزب الشيطان ده أنا مش فهم حاجة أنا مش عارف حاجة خالص مش فهم حاجة خلاص بقى يا باب فلما ما شفهم حاجة لو صبحت ما اتكلمنيش في الموضوع دام التاني والعلمة حضرتك انا بجهز لك الدكان وهفتح لخالي اكبر محل صغة في البلد برضو بالفلوس دي يا ابني وفلوس ناس على الطريق معانا بيحاولوا يبعدوا المسلمين عن الربا وعن فوائد البنوك ويوظفوا اموال المسلمين حسب الشريعة الاسلامية اظن حضرتك بقى مش هتقول لا يا ابني الشيختها مالو الشيختها ده كمان ده افاق افتح المالو يعني هيشوف مين اللي قاد الشانطة صدقني يا ابني صدقني انت بقى يا باب انا هريحك وهرخ بكر الحسين واقف في الميدان واصرخ بعيل وحسي واقول انا اللي خدت الشانطة لا لا يا ابني اتعملش كده يا ابني لا ليه رمى وصلت من الخرافات والتخريف يا والدي لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى هو اللي وهاب لنا المال ده لاننا احق بيه ونعمة بالله طب يلا يلا بقى عشان نتعش كنت فين لغاية دلوقتي كنت بادور على اعظم راجل في الدنيا ايه اللي خارج برا لغاية دلوقتي يا ماليا ما هو يستهل ان انا الف الكون كله وراه الراجل اللي يقول لقى للملايين وما يتنزلش واحد في المليون لازم الف وراه عارفة مين ده يا ماما شعره كاتب عظيم اسمه جلال عنايت يا مائي ما تغيريش الموضوع ممكن اقفة ما تأخري برا لغاية دلوقتي ليه روحت للمدام اميرة قلتلي عايزة لقي بابا قلتلي لو رجعت البيت هتلاقيه لو اعرف انك هتتاخري برا لبيت لحد دلوقتي او انك هتروح لها من اساسه ما كنتش خليتك تنزيل ليه بس يا سادت الرقيبة ما احنا حلناها هو حل سلمي ومش انا ولا هي اللي حلته يا بابا وحلها كمان حل اخلاقي يعني بابا مش ناوي يجي يا عبي ده حتى مش ناوي اسمعنا خالص طب راح فين قل يا عمي بابا راح فين ولو ارتلك راح فين هتعملي ايه هروح له هقول له ناوي تسبنا العمر كله ليه اول العمر يسبنا ويروح عنه اسمعيني يا زينب من فضلك يا عمي قل لي بابا راح فين انا نفسي معرفش راح فين اهو بيدور في الطرق في الغفير شوية وفي الامام الشافع شوية وبعدين حتى لو اعرف مش حسيبك تدواري عليه اسمع يا زينب انا عايزك تعقلي وبلاش شغل العيال ده زينب نا بكاري في مذاكرتك يا زينب وقضية والدك انا المسؤول عنها ولما اغلب يا سيدي حابا اقولك روحي دواري عليه يلا انت دلوقتي روحي البسي عشان تروحي المدرسة حاضر حاضر يا عمي سيدة نعم يا استاذ يوسف انا مش عايزك تستني منعم ليه كفال للشر هو جراله ايه انا بكلمك علشان تعمل حسابك وتاخدي بالك من زينب منعم خلاص ما بقاش فيه في دماغه حاجة غير انه يلاقي الشنطة وحيقعد العمر كله يدور عليها لحد ما يلاقي الفلوس وياخدها النفسه تاني يعني هو دفنها ومارداش يقول ولا نسيها هو نفسه ما بقاش فاكر يا خرابي منها متهبل بقى عايش في عالم تاني كل هم انه ينبش الدنيا كلها عشان يصدق انه له مال وانه دفنه طب وعمل ايه بس يا استاذ يوسف تاخدي بالك من زينب زي ما قلتلك لحد ما ربنا يعدلها انا شخصيا مش هقدر اعمل اي حاجة لحد ما خالك يرجع من الحج وهشور عليه دي اخرتها يا من عند اخرتها عقلك يا شيت ادي اخرت فلوس بنت فراويلا يوسف اهلا 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 ازايك يا دكتور رافة الدكتور دي لسه بدر عليها شوية وبعدين ده انت دلوقتي مواظب اكتر مني والظاهر بقى حناخدها كلنا مع بعض زي ما قالت فريال لا وده بقى يبقى مش من حقنا لا ده حقكم من زمان يا يوسف بس الواجب الوطني هو اللي اخركم شوية على اي حال يا رافة انا بعتبر اللي حصل دي شهادة الدكتوراه خاصة بيه لا دي خاصة بيه قوي وصعب ان حد يحصل عليها كبه متشكر جدا يا رافة طبعا هتقبلوا دعوتنا وتيجوا تزفونا انا ونهلة ايه ده زفاف كده على طول طب نعمل ايه مادام انت وفريال مش عايزين تعملوها دي الجامعة كلها كات متوقع ان انتوا تتجاوزوا من السنة اللي فاتت اه يعني مش دايما كل التوقعات بكذا في محلها يا رافة بس ده كتير كده ما تخلصونا بقى عموما جايز لما تشوفونا انا ونهلة ارسان تعملوها جايز مش هدور على فريال عشان اقول له اكيد هتعزمها بالنيابة عنهم الف مبروك يا رافة عقبالكم بقولك يا ابو حجاج نسيت اقولك ان كابد الكتاب حيكون عندكم في البيت الكبير في شاءات الدكتور ايمان اكيد قال لي الوريس ماشي يا سيدي معزومين عندكم ده انتوا تشرفون يا رافة ده واجب على خان يوسف كله مش هقدر اروح معاك يا يوسف ايه نوية تروح الوحدك لا نوية مروحش خالص ايه مجهولة اوي بخلص كم حاجة لازم انتهى منها الأسبوع ده بس كدا شكلنا هيبقى مش مناسب ابدا يا فريال بلاش يرحف على بعض العيزة يرحف على بعض زايد مش ممكن هروح بفرح ونمسك ايدان بعض ونرسم البسمة على شفايتنا ونلون ونشوشنا بدون السعيدة وإحنا قتنى ستنينها وبشكل ليه فن انت عرف ليه ارجوك ما تتجهدش المسافة اللي بيننا ولا الشرخ اللي حصل انا عارف ان في شرخ حصل بس انا قلتلك يا فريال اننا ممكن نتخطى حاولت من يوم ما توجهنا وانا بحاول اتخطى لكن ما اقترتش انا حساعدك يا فريال انا حقولها لك ولازم تصدقني انت محتاج انسانة جديدة خالص انا محتاج فريال فراويلا اللي انا عرفها يوسف انا قلتها قبل كده رقفت ان الانسان اللي حبها وعرفها وخطبها وانت غايد مش هي فريال فراويلا ومع الاسب هقولها لك دلوقتي الانسانة اللي قدامك يا يوسف الانسانة اللي اتدمرت مش هي فريال فراويلا اللي انت حبتها واللي كانت جواك في خان يوسف سمحني يا يوسف سمحني يا يوسف تحت اي مسمى سمحني وعزوري وعلى الصداق المسمى بيننا وعلى الصداق المسمى بيننا وعلى مذهب الامام ابي حنيفة النعمان وعلى مذهب الامام ابي حنيفة النعمان قل لي يا دكتور خذها بارك الله لك فيها خذها بارك الله لك فيها قل لي يا استاذ رافت وانا قبلت زواجها وانا قبلت زواجها مبروك الف مبروك 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 دكتور مغلق مغلق وستنحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمجي الغضب الطاطع بجياد الرحبت الغضب الطاطع بجياد الرحبت الغضب الطاطع بجياد الرحبت انت مبارك انت مبارك 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 يا ادي دوري درجة مبروك تبوشه كرة عوي مانا تبا اين تبتحي اصبح مرتبة مبروك البفاك مبروك يا عروس ألف مبروك يا حبيب مبروك يا آمر صبراً يا أهل الخال تحية للعريس تحية للعروس تحية للعريس الدكتور رعفت تحية للعروسة الأنسة نهلة تحية للعروسين اديني يا با أخنا تحية للعروسة 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 تحت أمرك يا ستاة نتعرف بقى؟ ممكن أعرف اسم حضرتك طلعت ايه؟ قادر أعرف اسم حضرتك بالكامل؟ بالمناسبة أنا ما عنديش مانع أقول أنك طلعتني لكن خليها طلعته بس أخاف هتسمح لي قاعد؟ مش كده؟ أنا ما سمحت لك أنك إنت تيجي ولا تدخل ولا تقابلني أساساً عشان أسمح لك أنك تقعد لما أنت قلبك كبير وصدرك واسع قوي وهتسمح لنا بحاجات كتير منها أننا نشرب القهوة مع بعض علشان ندردش فيلمه فيه هم؟ هتطلب الأهوة يا جلالبي؟ أنا هتطلب لك أي حاجة إلا أني أضرب لك أهوة يبقى هتطلب العشان كويسة عشان يبقى عايش ومالك أنا هتطلب لك البريس إذا ما تريد شبت مين وعايز إيه؟ أنا مين؟ قلت لك أنا طلعت أعاوز إيه؟ هو ده الممكن شوف يا جلالبي؟ الموضوع ده تنسى برمته وتسكى عليه والمفتاح تسبه لي أنا بس اللي أفتح عليه لو أحتاج له اسم السحت ما يجيش على سن قلمك جاب منين اغتنى إزاي ده مش شغلك؟ واللي إنت عايزه بقى ده شغلي أنا خلاص ماشى جلال باشر ماشى جابه؟ بره ايه؟ بقولك امشي اطلع بره الله 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 يا أستاذ ما تخلينا جوا بدل القضايا امشي بره وإلا هكسر لك دماء؟ هتقدر وهتتعب كتير هو يا أستاذ اسمع ما أقولك الأسلوب ده أنا شبحت منه من زمان مش هسمح لزوار الفجر يزورونا من تاني امشي اطلع بره حاضر بالعناية بس سيدة أنا عمري مطلعت بره أنا فيها على طول احنا دلوقتي في عاصل الحريات اسلوب البلطجة ومراجز القوة ده خلاص ما عادش ينفع الصحافة بقت سلطة رابعة امشت لبره بره 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 شغل زوار الفجر ده ما عادش ينفع بالنور وإيه لنا بقت عميلة؟ اطلب لي وزير الداخلية انت مين وعايز ايه؟ لازم يقول لي احنا رجعنا لعاصل معتقلات تاني ولا ايه؟ خلاص يا شتاز مفيش داعي أنا ماشي نمشي من هنا وما تحطش رجلك هنا تاني سمعني؟ حاضر بس خليك بكر انت اللي بعض مثل لسانك وطلي بره وأنا اتحيلت عليك كتير عشان نستنى جوه من الفضايح ما خلصاتش أنا ماشي روح قولي اللي بعتك الكلام ده ما عادش ينفع الكلام ده كان زماني من 17 سنة احنا الوقت سنة 77 لوفمبر 77 الكلام ده ما عادش ينفع تاني موسيقى اشتركوا في القناة 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 اهلا اهلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلاص اشتركوا في القناة 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 أنا أقول له يا فعو زيدي يعني مش عايزة تسليمي علي يا فريال مع السلام يا حبابتي مع السلام يا فريال أشوفه الشيك بخير يا فعو زيدي يجعلك في كل خطوة سلام ريختي خلي بالك من نفسك يا فريال ايه؟ مش هتخلينا أوصل لك المطار؟ أرجوك لا، مش هايزة مشي من هنا ولا تعبين مش هسيدي يا تسافل محدك فريال لا، سفري مش من هنا للمطار سبوني عايز غربتي لوحد أنا عايزة غربتي تسيدي من هنا من على باب الفيال بس أنا بقى مش هسيديك تروحي المطار لوحدك يا فريال باهمي علشان خطري سيدي أخو احنا مش منا تفاهم وقلت ما دام عملتين تبيرك يبقى تسمعك لاني؟ أرجوك يا فريال ما تتبنينيش تولك طب لاني بدأنا موقع في فاكس تحت البيت الكبير من صباحية ربنا وبيتو دلوقتي مجيت جاني عشان ألحق أوصلك مش جايز، هنشوفش بعض تاني فريال مش جايز ترجع، ما تلاقييش مش جايز هري نعم روزي نعم يوم ما أقولك يا أولاد، أنا حعمل لكم أمانا، وربنا هو اللي شاهد ووكيد أني قرش من رسبوكم، أعمل وحسن فريال أختكم، وربنا هو اللي شاهد محاضر، محاضر يا ماما محاضر يا ماما هريد ماما تهم أخوك لغ سيك تماما محاضر، محاضر محاضر، محاضر اسمع الكرام، دي أختك، محاضر يا ماما ياريتها ترجع يا ماما، وتهد اللي تفيها لا يا حبيت يا أحوش لها كل ملين من نصبها بس بما يردل لها بما يردل لها يا أبا وزي تعال يا ماما، تعال رتاح يا ماما، تعال، تعال رتاح آه تعال يا ماما، تعال، تعال، نم آه، حان ا장님، تعال واصلها رتاح يا ماما، رتاح لا، أنا، أنا، مش، هرتاح، ولا هنا، نبا و إلا إذا عملت الله، أقولت لكم عليها فو بي أه، أه، أه أه، أه يند فريال 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 يوز فريال 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 هو هتقولي انها سافرت جيت متأخر يا رجلس متأخر هي يا أخي دا انا كملت دومي عتسلم برضو جيت متأخر لا مش متأخر مش متأخر قوي انت مش معك عبايا حتروح لها المطار حروح لها وهرجعها فيدي ومش هتسبها تسافر أيوة فريد انا لازم ارجع في ريال يلا أنا ألف سلامة فريد أنا ألف سلامة باس سلامة فريد باس سلامة احب فريال فريال رايحة فين يا فريال ما بترديش لي جاي بقول لي مع السلامة لا انا جاي اقول لي ترجع يا فريال ما توقفيش كده انت في ناحية وانا في ناحية هي دي الحقيقة في حقيقة اهم من كده بكتير انت ممكن ترجعي ممكن تجيلي انا مش ممكن اروح لك يعني انت جاي دلوقتي على شهر اخذك وارجع صعب صعب والسهل انك تسيبينا كده وتمشي السهل انك تنهي العمر ده كله بانك تهربي كل حاجة هنا بتقول لي هربي وانت اول اللي قالوا هالي انا وانت اول انسان ههرب منه يا يوسف مش هقدر عايش معاك كل ما هبصلك هفتكر ان فلوس بابا هي فلوس بابا دي فرقت بينا مرة من ثمان سنين مش عايزينها تلعب معانا نفس الطور يا فريالي 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 اسمع يا فريالي انا جايه للجريل اني عندي امل انا لسه متمسك بالمستقبل يا فريالي الزمن اللي جاي بتاعنا احنا في ايدينا انما الزمن اللي راح ده ممكن ننساه اعلمتني اني منساش قلتلي قبل كده انك مش هتقدر تنسى عمرك واني كبير مش هقدر انسى اسمك الحاجة اللي المفروض ننساها يا يوسف اننا كنا في يوم من الايام اكتر اتنين كانوا بيحبوا بعضا ودلوقع يا فريالي بتكرهيني؟ انا بكره حاجة واحدة بس اليوم اللي بابا اغتنى فيه انا انا بعتلك الشابكة بس انا اسفل مبعتلكش الدبلة لو سمحتيني بيها اكون شكرا جدا مجحبك 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 خوش degli عدون بس موسيقى مش قلتلك الوقت فات يا عايز فات من زمان قوي يا فريد وحنعف نعمل وحنمشي نعمل ايه؟ حنمشي عشان لازم نمشي وعندك حك حتى لو كل واحد فينا مشي في اتجاه برضو لازم نمشي لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا